اشتركوا في القناة تستمر فعاليات أيام الشارقة المسرحية وتستمر معها الأنشطة المصاحبة الموزعة بين المسرح والثقافة والفن وبما جادت به أفضل التجارب العربية التي سننقلها لكم اليوم في تغطية خاصة لفعاليات الدورة الثانية والثلاثين أيام الشارقة المسرحية هي أيام للفرح والفرجة وأيام لها غاية نبيلة وسامية وهي تعزيز الثقافة المسرحية في المجتمع والسمو بأبي الفنون إلى المكان التي يستحقها مشاهدين العروض المسرحية الشيقة والبرامج الثقافية المتميزة مستمرة يومياً نستعرضها من خلال هذه الأجندة ولنا عود فلنتابع حياكم ومشاهدين من جديد المحترفات المسرحية العربية تجارب وشهادات عنوان ندوة تم مناقشة محاورها مع باحثين ومتخصصين في مجال المسرح من عدة دول عربية مشاركين في أيام الشارقة المسرحية نتابع تفاصيل هذه الندوة من خلال هذا التقرير ومن ثم لنا عود لكم إن شاء الله المحترفات المسرحية العربية تجارب وشهادات هو عنوان الندوة الحوارية التي عقدت ضمن البرنامج الثقافي لأيام الشارقة المسرحية بنسختها الثانية والثلاثين بمشاركة كل من الدكتور سمير عثمان الباش من الجمهورية السورية والأستاذ شادي هبر من الجمهورية اللبنانية وقد أدارها الأستاذ مهند كريم من العراق وبحضور ومشاركة نخبة من المسرحيين المتخصصين أنا اليوم كنت موجود بهذه الندوة عم بكون ضايف تحتى أحكي عن تجربة مسرح شغل بيت مسرح شغل بيت هو بيت في فن الشباك حوالناه لمسرح تحتى نشتغل فيه محترفات مسرحية للأشخاص يلي مصر لهم من الأساس يفوتوا بهذا المجال وإنما يكون راح أخذتهم الحياة لغير مطرح فبالذلك نحن بهذا المحترف عم نفتح المجال لأشخاص أنه يجوا بالليل يشتغلوا مسرح كل الوقت ويرجعوا يفتشوا على مهابتهم الأساسية استعرضت الندوة الحوارية تجربتين المسرحيتين العربيتين مسلط الضوء على آفاق التحديات التي يعيشها مسرحنا العربي بشكل عام هلأ أنا طرحت موضوع مدرسة الفن المسرحي ومتى تأسسات المدرسة شو عملنا نحن خلال يعني حاليا نحن هي تأسس عام 2009 من 2009 لليوم شو كان فيه انتهاج بالمدرسة فحكينا عن هاي المواضيع بالحقيقة حكينا أيضا عن ضرورة هاي المختبرات بالنسبة للوطن العربي تسخر أيام الشارقة المسرحية ببرنامج حافل وثري من العروض المسرحية والورش والندوات والملتقيات الهادفة إلى إثراء المشهد المسرحي المحلي والعربي فضلا عن نشر الثقافة والارتقاء بالذائقة الفنية الجماهرية أهلا بكم مشاهدينا من جديد ضيفنا في الاستوديو وضيف أيام الشارقة المسرحية هو الدكتور متحة الكاشف عميد المعهد العالي للفنون وهو ممثل ومخرج مسرحي قدم عددا من الأعمال المسرحية في البيت المفني للمسرح منذ عام 1988 وحتى عام 1991 وحاصل على دكتورة في الفلسفة وفي الفنون وله العديد من المؤلفات المنشورة في مجال الفن منها كتاب المسرح والإنسان مرحبا بك دكتور ونورتنا في هذه الأمسية الجميلة أيضا أهلا وسهلا وشكرا لحضرتك وأهلا باستاذ المشاهدين تسلم دكتور الله يحبك دائما يعني زيارة مثلكم كمخرجين وكذلك كفنانين وتواجدكم أيضا في هذه التظاهرة يدل على يعني هناك توازن بين الشباب وبين وجود الخبر أيضا وأنتم أهل المسرح أيضا في مصر وأهل الدراما وغيرها من الفنون الجميلة اليوم كيف رأيت دكتور تقيبكم لهذه التظاهرة الثقافية أيام الشارق المسرحية في دورته 32 والله أنا علاقتي بأيام الشرق المسرحية بدأت من الدورة التسعة والعشرين جميل ومن ذلك العام وأنا يعني دائما أتلقى الدعوة لحضور أيام الشرق المسرحية هذا العام أعتقد أنه في حالة من الندج يعني خلال 32 دورة 32 عام الحقيقة يعني الندج وصل لنوعية العروض للتنظيم للأفكار الجديدة التي تقدمها الندوات الثقافية والندوات التحليلية المصاحبة للعروض حقيقة فيه فرق السنادي كبير جدا ملحوظ يعني نعم جميل دكتور نشير أيضا العروض المشاركة في هذه الدورة هل لفت وجهة نظرك نوع من العروض المشاركة أو مثلا عجبت مثلا بالدراما الموجودة أو في طريقة العرض أيضا العروض المشاركة في هذه الدورة أيضا والله أنا كان لقي حظ أنه العام الماضي في الدورة 31 كنت عضو لجنة تحكيم وبعدين يعني برضو من حصن حظي أنه كنت رئيس لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي اللي بتنظمه الهيئة العربية للمسرح اللي فاز فيها العرض هو نفس العرض اللي فاز في أيام الشرق المسرحية السابقة وهو اللي فاز بجائزة سمو الشيخ الدكتور محمد القاسمي وده له مؤشر ودلالة أنه أصبحت عروض هذا العام أكثر تنافسا أكثر قوة أكثر إبداعا وده معناه أن المسرح الإماراتي أعتقد أنه هو في إطار قفزة كبيرة إن شاء الله دكتور نشير أيضا إلى العناصر التي يجب توفرها أيضا في الممثل المسرحي ولا بد الأخذ باعتبارها على رغم من التطور ويمكن الشباب هناك قفزة لهم جميلة وأيضا طاقة جديدة ولكن يجب أن يلتزم بالعناصر التي تهم المسرح أيضا والله أنا رأيي أن الممثل إذا كان موهوبا فهو محتاج إلى الدراسة والدراسة مش بالضرورة في أكاديمية أو في معهد أو في كلية بقدر ما هو محتاج مواصلة للتدريب والاكتشاف الدائم حتى لو وصل لدرجة من الاحترافية فهو محتاج أيضا أن يواصل احترافيته وأنا السنة هذه كان لها مشاركة الحقيقة في هذه الدورة بورشة قصيرة لمدة يوم عن طاقة الممثل جميل في ملتقى الأوائل يعني أوائل الوطن العربي في المسرح الممثل مسؤولية كبيرة هو الذي يتصدر عناصر العرض المسرحي فبالتالي محتاج دائما نوع من التطوير والتدريب وده يعني أعتقد أنه هو ممكن يبقى في الدورات القادمة الأيام الشرق المسرحية اهتمام أكثر تركيزا على الممثل جميل جدا دكتور كيف ترى أيضا المسرح العربي نفسه هل هو في تطور هل هناك بعض التحديات التي يواجهها ولكن رغم الجهود التي تبدلها إمارة الشارقة هناك بارقة أمل أيضا للحفاظ على المسرح أيضا وأداءه والله أنا دائما متفائل للمسرح العربي إلا أنه يحتاج إلى وقفة إلى مواجهة التحديات للعناصر وسائل التواصل الأخرى مع الجمهور المسرح يحتاج إلى مواكبة التطورات التبثولوجية المسرح يحتاج إلى إعادة صياغة نفسه ويتجدد لكن الوضع الراهن للمسرح لا أستطيع أن أقول أنه سيء للغاية ولكن يحتاج إلى هذه القفزة اللي ممكن توصله إلى منافسة العالمية إن شاء الله نعم أستاذنك دكتور ونذهب مشاهدين لمتابعة سويا لقطات من العرض المسرحي تفسير بنت ياقوت التابعة لمسرح دبي الوطني والتي عرضت على خشبة قصر الثقافة بالأمس المسرحية من تأليف وإخراج علي جمال نتابع ونعود لحضراتكم سمعوا هاي السالفة يا الله أبوكم كانوا عيال عمة يناجرون على هذا البيت الصغير وين؟ مدي ديك كل أبوهم حاطين عينهم على هذا البيت الصغير كل أبوهم؟ ومعين ما كفهم الحلال اللي يخضوهم من يدكم أطمعوا في هذا البيت الصغير وييت أنا أقنعت أبوكم والله فقر عادل عادل أبوي صدقاء الكلام؟ ايه نعم وقالت ليه ابخي صير عندنا مطوع بربيع وقلنا يزوج بنت حق يدك لأنه يباموا بقادر عليها ليش عندنا ما كان متزوج؟ كان هي سربع شو؟ يعني كان مزواج خبالة الحريب شو يعني؟ اه قلت شو يعني؟ هذا يدكم؟ هذا كان مزواج هذا عشق الحريب لازم يروب لك شاق القاء ويقول انبيع انبيع حار 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 مايقر مايقر قام أبوكم عادة أقنعنا مطوع عشان يزوج بنت حق يدكم لأن ابني كان طايحة في تشبدي عانسوا قومي خضيتي تشبدي لا بركتب في بيسج يوم عرف يدكم أن أبوكم هو اللي توسط له حن عليه وكتب هذا البيت اسمه أهلا بكم من جديد مشاهدين نتابع محاورتنا مع الدكتور متحة الكاشف مرحبا بك مرة أخرى دكتور يمكن تجربتك الجميلة أيضا مع المسرح التي بدأت منذ عام 1908 وكيف تحولت أيضا لأن تصبح أكاديمي في هذا المجال كيف تروينا هذه التجربة الجميلة أيضا ووصلكم إلى هذا التمييز الحقيقة هي طبعا هي ترجع لما هو أقدم بعدة سنوات من 1988 نعم ولكن 1988 ده بعد عام من تخربه في المعهد العالي في المصرحية جميل فأنا بعتبر أن دي علامة فارقة لأنه ما بين التجارب السابقة والتجارب ما بعد دراستي الأكاديمية أول مغامرة قدمتها بعد دراستي الأكاديمية هي مغامرة يعني تتجاوز تماما كل الدراستات الأكاديمية أعملت عرض في فضاء مفتوح على شط النيل عندنا في مصر والجمهور على الشط الآخر جميل وبعض الأحداث بتدور في المياه الحقيقة كان عرض ثاري جدا وحضر عشرات الألاف من المشاهدين وكان نقطة تحاول في حياتي أن أنا دائما أبحث عن الشكل الجديد الأفكار الجديدة اللي ممكن تعمل تواصل وتحقق ما يعرف باللحمة الحية بين المشاهدين والمصرحية جميل كذلك يعني دكتور آخر مؤلفاتكم وأبداعاتكم أيضا في المسرح والدرامو بشكل عام آخر مؤلفاتي الجسد السارد وهو عن جسد الممثل طبعا وطبعا هو من منشورات الهيئة العربية للمسرح وقد سبقوا سبعة مؤلفات أخرى في مجال المسرح والتمثيل تحديدا عندي بعض الهموم وعندي بعض التأملات تخص فن الممثل لا تنتهي ودائما أسعى للجديد من أجل تطوير حرفية الممثل نعم دكتور يعني دائما نتحدث عن هذا الكيان الذي تضربه إمارة الشارقة وكيان داعم لكل المسرح هنا على مستوى الإمارة دائما يعني نظرتكم أنتم كفنانين وكمسرحيين وكرواد أيضا للمسرح دائما نظرة متفائلة لهذا الجيل وكيفية الحفاظ على هذا الأرض ضمن هذه الجهود كل ما تقدمها لكل الشباب جيل الشباب المتسلح أيضا بالحفاظ على المسرح وكيفية أيضا استغلال هذه الجهود المطروحة إمامها والله الحقيقة الشباب وخصوصا قريب منهم الشباب الإماراتي اللي بيقدم مسرحيات عظيمة وصيهم بتغيير أنفسهم بتطوير أنفسهم باستغلال كل الإمكانيات المتاحة ليهم من أجل أن يقدموا مسرحا جيدا لأن الحقيقة يعني إمارة الشرقة بتقدم ما لم يقدمه أي مجتمع آخر للمسرح يعني مش بس للشرقة أو للإمارات كلها الحقيقة صدا تجاوز الحدود وأصبح لونعكسات في جميع الدول العربية والحقيقة يعني التجربة بنعتبرها يعني إحنا في مصر بنعتبر هذه التجربة تجربة فريدة وتحتاج مجهود أكتر وإخلاص أكتر للمسرح لأن المسرح بيقوم على الإخلاص في المقام الأول حتى قبل الدعم الجيستي أو المادي نعم دكتور نود أيضا بإضاءة حول الدراما أيضا في مصر دائما أنت أم الدنيا يملكم الخبرة الكبيرة أيضا في مجال المسرح في مجال الدراما ودائما يعني عند أغلب الممثلين يحذو حذوكم تقريبا في التجارب الجميلة قدمتها جمهورية مصر العربية كيف رأيت الدراما الآن في مصر وتطورها أيضا وعلى مستوى أيضا الوطن العربي بشكل عام هو المسرح في مصر الآن في يد أمينة وهي أيدي الشباب الحمد لله لأنه طبعا بعد رحيل جيل كبير كامل من الرواد أصبحت هناك فجوة بين الأجيال أعتقد في السنوات الأخيرة استطاع الشباب أنهم يسدوا هذه الفجوة ويتجاوزوها ويقدموا مصرح جديد بأفكار جديدة أعتقد أنهم لو خدوا بعض الدعم يمكن يرجعوا الأمجاد المصرحية القديمة فلازلت متفائل لأنه أنا أراهن على الشباب إن شاء الله دكتور قواكم الله واستمتع جدا بهذا اللقاء وكل التوفيق لكم في القادم إن شاء الله شكرا جزيلا إذن شكرا جزيلا للدكتور متحة الكاشف عميد المعهد العالي للفنون وأيضا ممثل ومخرج مسرحي من جمهورية مصر العربية الشقيقة مرحب بك دكتور مرة أخرى إذن مشاهدين ننتقل الآن إلى الزميلة مريم رضوان المتواجدة في أروقة قصر الثقافة ولقاء مع أحد ضيوف أيام الشارقة المسرحية مساء الخير مشاهدين الكرام موجودة معكم إن شاء الله في هذه الحلقة من قصر الثقافة بإمارة الشارقة الباسمة من أيام الشارقة المسرحية بدورتها الثانية والثلاثين هذه التظاهرة الفنية العريقة التي تسخر بالعديد من الفعاليات والأنشطة وأيضا الحوارات والنقاشات المفتوحة التي تضم عشاق المسرح والمؤلفين والنقاد والمخرجين والممثلين اسمحوا لي أن أرحب بضيفي المتواجد معي حاليا الدكتور سامح مهران كاتب ومخرج ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي حياك الله دكتور أهلا وسهلا أهلا بيك أهلا بيك دكتور بداية حابين نعرف المشاهدين كيف تساهم هذه المهرجانات في متجسور الاختلاف بين المسرحيين العرب والله شوفي أي مهرجان في الوطن العربي هو إضافة وأنا كنت مؤمن دائما بفكرة عدم التسابق أن احنا نعمل مهرجانات تساقفية لأن في شبه استحالة أن احنا نقارن سياق بسياق آخر ودرجة نمو اجتماعي بدرجة أخرى فالمسرح هو ابن سياقه لكن أهم ما في المهرجانات هو أن الناس بتلتقي وبتتحاور وبتتناقش وبتعد المفاهيم وبتشوف تجارب بعض ودي أفضل وسيلة للتعلم المسرح من زمان خالص لابد أن يلعب على ما يسمى بالإليثية باليونانية أي ما هو حقيقي ما هو حقيقي مرهون بالحياة اليومية ودي النقلة اللي عملها المسرح الغربي باعتبار أن في صيحات قديمة منذ أوائل القرن لشين قالتلك الفن خدعة فالتجاءه إلى ممارسات الحياة اليومية هو ده التجريب لو أنت ماشية في أرض رملية والشمس فبتلسع رجلكي طيب رايحة على جبل فاهماني زي؟ هتضطر هنا جسمك هو الأداء الرئيسية للتعامل مع هذا الواقع من غير جسمك ما تعرفيش طيب رايحة الجبل ده عايزة تطلعيه أدواتك المستخدمة غير بتحاولي بطريقة أو بأخرى استخدمي أدوات مختلفة عن الأرض السهلية أو الأرض الرملية من هنا ممارسات الحياة اليومية هي اللي بتشكل المفاهيم ما فيش مفاهيم مسبقة زي المسرح ما قبل الستينات والسبانيات من القرن الاشري الدكتور سامح مهران كاتب ومخرج ورئيس مهرجون القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كان حوار ممتع شكرا جزيلا على وقتك شرفنا وأتمنى تتمتع بمسرحية اليوم شكرا جزيلا وسعيد بوجوني معكم مرسي مشاهديننا كانت هذه آخر تغطيتنا لهذا اليوم جزيل الشكر على استماعكم نراكم إن شاء الله في حلقات قادمة أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ضيفنا الثاني لهذه الحلقة مشاهدين هو الصحفي والناقد المسرحي كامل الشيرازي واحد من الصحفيين الجزائريين المهتمين بعالم المسرح عمل صحفيا في أكبر المؤسسات الإعلامية الجزائرية ومراسلا للكثير من المواقع والصحف العربية مواكب كذلك الحراك المسرحي الجزائري من خلال قراءته النقدية للثابت والمتغير في المسرح الجزائري خاصة في سنواته الأخيرة مرحبا بك أستاذ كامل يعطيك العافية ونورتنا أيضا في هذه التغطية الجميلة لأيام الشارقة المسرحية أهلا وسهلا بكم وشكرا لقناة الشارقة قناة التجدد قناة الجمال على هذه الاستدافة المميزة واجبنا أستاذ الفاضل دائما يعني الصحفي وأنت كذلك مواكب للحركة المسرحية دائما نشط في هذا الأمر ويمكن نسألكم أنتم بأنكم واكبتوا أيضا هذه التظاهرة وغيرها أيضا من التظاهرات على مستوى الجزائر دائما أبدأ بالتعليق الذي نتعود دائما من ضيوفنا أيام الشارقة المسرحية تركت على مدى 32 عام بصمة جميلة ودعم أيضا الفرق المسرحية المحلية كيف رأيتها هذا العام أيضا أستاذ كامل الله رأيتها ومضة متجددة رأيتها أيقونة منوعة رأيتها نافذة جديدة للفكر المسرحي أيام الشارقة صرت تقليدا رسخا بفعل التمييز الذي بثه ونزال يبثه ونتمنى أن يستمر في بثه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أبونا الحاني حفظه الله أيام الشارقة صارت موعدا للتلاقح للتبادل للاستزادة لطرح الأسئلة المشروعة لفتح الأقواس التي من شأنها منح مزيد من الابتكار مزيد من التغاير مزيد من التنوع مزيد من الإشراق لمسرحنا العربي الكبير إن شاء الله أستاذ كامل أيضا نشير إلى الفرق المسرحي المشاركة في هذه الدورة كيف رأيتم أيضا هذه الطاقات الشبابية الواعدة إن شاء الله بمسرح عربي يعود بقوة بإذن الله إن شاء الله مع هذا الدعم والجهود أيضا لتوليها إيمات الشارقة والله مثل ما تأملت خيرا في قبل سنوات هذه الدورة ومدار الخمسة أيام الأولى رأينا كثير من الطاقات المبشرة بالخير هناك اشتغالات مثيرة الاهتمام على الصعود الإخراج والتمثيل والكوريغرافيا والسينغرافيا والموسيقى هناك اهتمام هناك تطوير هناك بحث ولعل أي فعل مصرحي يقتلن بالبحث فما أله حتما تميز وما أله حتما اختراق الشغاف المتلقين وتحقيق القفزة التي نرنو إليها جميعا إن شاء الله يعني أستاذ كم معنك أنت أيضا مواكب للمسرح الجزائرية نود عفوا أن تأخذنا بقرب إلى هذا المسرح كيف هي التحديات أمامه وهل لا زال يحافظ أيضا على تألقه الدائم وتواجد أيضا جمهوره لدعمه أيضا أكيد المسرح الجزائري المسرح الجزائري عريق المسرح الجزائري يعود إلى قرون خلت لننسى أنه أولى تبشير المسرح عبر العالم بعد الحركة الأريستية وبعد الذي شهده الإغريق كانت في الجزائر وما فعله القديس أغوستين في حاضرة سوق هرار الشرقي الجزائر والنظرية الإشباع التي لم تنحضها إلى حد الآن من البحث ومن الإطلاع وهناك أيضا مسرح خيال الدل الذي اشتهر في الجزائر منذ القرن الخمسطاش وهناك أيضا ما فعله جيل المحدثين منذ بداية القرن العشرين مع محمد منصادي محمد علالو محيدين بشتارزي وغيرهم كثير المسرح الجزائري ظل دائما في مستويات فارقة حقيقة قبل نحو ثلاث عقود تأثرة بفعل ما شهدته الجزائر من أزمة الإرهاب والأزمة الدموية التي فجعت بها الجزائر للمدار التسعينات القرن الماضي لكن اللافت أن أبناء الجزائر استطاعوا أن يتجاوزوا تلك الكبوة ويعودوا بأكثر قوة المسرح الجزائري الآن منذ سنوات مر إلى شوط جديد هناك كثير من تجارب شبابية هناك كثير من الأسماء التي صارت تعمل على مصرح الصورة تعمل على التراكيب تعمل على الإخراج الغير نمطي تعمل على الاستقراء وهذا هو المطلوب إن شاء الله دكتور أستأذنك نذهب لنتابع هذا التقرير مشاهدين حول ملتقيات أيام الشارقة المسرحية التي توفر فضاء واسع لتلاقي الإبداعات والمبدعين في المجال المسرحي نتابع هذا التقرير حول ملتقى الشارقة الحادي عشر لأوائل المسرح العربي ومن ثم لنعود لكم تحتفي إمارة الشارقة بالمتميزين من طلاب وطالبات معاهد وكليات المسرح في الوطن العربي عبر ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي الذي ينظم سنويا ضمن البرامج الثقافية لأيام الشارقة المسرحية بصفتي كأوائل خريجين المعهد العربي المسرحية في الكويت وأنا سعيد جدا بإني مع حضور أوائل خريجين الأكاديميات الأخرى وأستفيد من الورش والحلقات النقاشية التي تعقد بعد العروض المسرحية وأشاهد من العروض الجادة في هذا المهرجان هذا الملتقى كثير أضاف لي أول إشي كشخص صار له زمن بوزارة الثقافية وعاشرت كثير مهرجانات وشفت كثير مهرجانات بس كوني درست مسرح اختلف معاي هذا الملتقى بإني شفت أشياء كثير حلوة شفت ثقافة التانية شفت ناس عم بتنتج مسرح بطريقة مختلفة يتضمن البرامج الخاص لملتقى الشارق الحادي عشر لأوائل المسرح العربي مجموعة فعاليات متخصصة من ورش ومحاضرات نظرية وعملية حول الفن المسرحي وذلك بهدف إثراء معارف الأجيال الشبابية العربية في مجال أبي الفنون بإشراف نخبة من أهم المتخصصين المسرحيين العرب هذه الورشة العملية التطبيقية هي ورشة خاصة بالتحليل الدراماتورجي ورشة خاصة بأوائل طلاب المعاهد العربية هي مقاربة جديدة لمصوص المسرحية تسمى القراءة بأقصى بطء ممكن محاولة استكشاف المسكوت عنه داخل المشاهد الدرامية كما يتيح الملتقى لمشاركي فرصة التعرف على أجواء أيام الشارقة المسرحية والمشاركة في برنامجها الثقافي المميز فضلا عن مشاهدة العروض المسرحية اليومية هذه الورشة الثانية اليوم أكثر تفاعلية لأنه تعمقنا أكثر في النص نقشنا أفكار أكثر والورشة كانت مباشرة بين المؤثر والمتلقي ونحن كطلبة أوائل الدفوعات بأمس الحاجة مثل هذه الورشات لسقل ما وهبنا أكثر لتعطيرنا أكثر لوضعنا في سكة واضحة من ناحية فن العرض وسمع البصر تعد أيام الشارقة المسرحية أكبر تظاهر مسرحية فنية ثقافية محلياً وعربياً تحتضن بعطاءاتها كل مبدع عاشق للفن المسرحي بعوالمه الخلابة أهلاً بكم مشاهدينا من جديد نعود للحوار مع كمال الشيرازي من الجزائر الحبيبة مرحباً بكامرة الأستاذ كامال دائماً نشير نحن إلى الجدول الحافل أيضاً لأيام الشارقة المسرحية هناك جدول كبير من الملتقيات وندوات وليس فقط يعني هو مطلق على مشاركة الفرق المسرحية ولا بد أنتم كصحفيين أيضاً تغطون هذا الأمر وتقلوه أيضاً للوطن العربي كيف لقيت هذا الأمر أيضاً؟ أكيد ولألا هذا هو ما يصنع تميز أيام الشارقة أيام الشارقة تبث كثير من التكثيف لأنه المسرح لا ينطوي فقط على مجرد فرجة مجرد عروض فقط أو مسابقة المسرح هو أكبر من ذلك لذلك أيام الشارقة كرست سنة حميدة منذ 11 دورة ممثلة في احتفاء صاحب السمو بأوائل المسرح العربي ومتابعة مساراتهم على مضارع عقدي من الزمان هذا الأمر الثاني قضية إخضاع هؤلاء الأوائل وغيرهم لمستجدات الحركة المسرحية تعرفونا جيداً أن الحركة المسرحية عبر العام كل عام تظهر أمور جديدة الناس حالياً مروا إلى مرحلة ما بعد الدراما ما بعد دراماتورجيا مروا إلى مصرح الصورة مروا إلى إجراء مصاقط لعلوم السيميولوجيا والسيمياء وما إلى ذلك على المسرح لذلك فإن أيام الشارقة تغفر هذه الفلصة الثمينة لكي يستزيد مواكبها من كل هذه المعارف نعم أستاذ كامل أيضاً نشير إلى التعاون الكبير أيضاً بين الخبرة وجيل الشباب اليوم في هذه الأيام يمكن هناك لقاء جميل واستفادة أيضاً من هذه الخبرات كيف رأيت إقبال الشباب نفسهم والاستفادة من هذه الخبرات المتواجدة سواء كان فنانين على مستوى الخليج العربي وإنما أيضاً على الوطن العربي نعم هناك إقبال رائع وممتاز ليس فقط من الشباب الذي يستفيد من فرص التكوين داخل الأيام ولكن أيضاً من الشباب التي يأتي كل يوم لمواكبة العرود سواء في المحهد العالي فون المسرحية أو في قصر ثقافة هناك كثير من الجماهير التي تأتي ولا تكتفي بمشاة العرود فقط بل يطرحون كثير من الأسئلة ويسعون للمبادرة والإحتكاك وهذا أمر جميل وهذا يدل على أن هناك تعطش وهناك شوق وهناك تطلع من الجمهور المسرحي الإماراتي للإندراج في سياقات جديدة نعم أستاذ كامل نود بكلمة ونصيحة تقدمها أيضاً لجيل الشباب لكل محب للمسرح بتوفر هذه الأدوات هنا في الإمارة الباسمة وتنوع أيضاً الفعاليات المختلفة داعمة للمسرح نرى هناك يعني المسرح الخليجي قبل فترة قد تم اختتامه وأيضاً غيرها من المسارح المختلفة التي تدعم أيضاً المسرح في كل توجهاته نعم إن كانت هناك نصيحة فهي النصيحة التي فهي الدعامة التي تربيت عليها صغيراً وألزم بها نفسي كبيراً وطبعاً الكبر لله والعظمات لله أنه التعلم يكون بالممارسة صحيح لذا أنصح إخواني أبنائي بناتي بالحرص على التعلم بالممارسة لا يمكننا تعلم المسرحة وغير المسرحة من دون الممارسة هذا أهم شيء الأمر الآخر أيضاً الإكثار من الثلاثية الشهيرة أو الربعية الشهيرة تعال استماع المشاهدة المطالعة والمناقشة فإنه من دون مسجلات ومن دون ضرب رأيي بالآخر لا يمكننا أن نستزيد إن شاء الله تصل رسالة أستاذ كامل واستمتعنا جداً بهذا اللقاء كل التوفيق لك ومرحباً بك مرة أخرى في هذه التظاهر الجميلة إذن شكراً جزيلاً للصحفي والناقد المسرحي كامل الشيرازي من الجزار إذن مشاهدين شكراً لكم على حسن المتابع وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم ألقاكم غداً بإذن الله والتغطية جديدة عن أهم فعاليات أيام الشارقة المسرحية أما الآن أترككم مع لقطات من العرض المسرحي الحي الميت لجمعية الشارقة للفنون والمسرح الحديث في الشارقة من تأليف عبد الله ملك وإخراج أحمد الأنصاري والتي عرضت قبل قليل على خشبة المسرح معهد الشارقة للفنون والمسرح إلى اللقاء دعك من أوراقك التعذي هذه هذه الأوراق ستعيد لك حياتك سترتقي بذاتك سأصبح لك معك شموح ورقين سمون وعدة سأصبح لك معك سمون وعدة حياتك وحياتك ستتصبح لك جديداتك الخاص سأشعر منهم وليوضع ستتصبحوا أشهر صحفين على وجه الأرض سأخذوا بلساني وحالي سيخبروا شهلك سيصبحوا سيكونوا آخر يوم بحال خشبين تخلى لها ورصاصر على عبدكم خشبين تخلى لها ورصاصر على عبدكم سأخذوا خشبين تخلى لها ورصاصر على عبدكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة